ينظر التلميذ إلى مدارسهم المدمرة في غزة ويتألمون بينما يتذكرون ما فقدوا من التعليم بعد اندلاع العضوان الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من ستة أشهر ولكن أهالي غزة لا يعرفون اليأس فهم يتعايشون مع كافة الأوضاع ويخلقون لأنفسهم أجواء للاستمتاع بما تبقى من وطنهم حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة في دير البلح في قطاع غزة بعض العائلات للذهاب إلى البحر لقضاء بعض الوقت بعيدا عن خيام النسوح ما بين مستقبل غامض وأمل يتجدد رغم الألم ينظر الطلاب الفلسطينيون إلى مدارسهم بعين مصدومة وأخرى مكلومة ترصد الدمار الذي لحق بها في قطاع غزة وسط ذكريات حالمة عن الدراسة قبل اندلاع العضوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ أكثر من ستة أشهر هذا الرقام تذكير قاس بما فقده أولئك الذين يمثلون مستقبل غزة من تعليم وأحلام منذ السابع من أكتوبر الماضي في القطاع المقتضي بالسكان الذي يعاني نقصا حادا في المياه والغذاء والدواء والرعاية الصحية كنا ندرس فينا دول المدارس وكنا نلعب في الساحة ونزلنا اللعب بالكوار وكنا نطلع فورسا نطلع على الصوف اللفلف يجعلنا المدير اللفلف على الصوف يوزع علينا الكتب الرصاص الإسرائيلي الناتق عن القصف المتواصل أحدث ثقوبا في المباني وتناثرت الأوراق في الفصول الدراسية المدمرة وتمزقت المرسقات على الجدران وتريفة الكتب أنا من الأوائل كنت 98 أجيب 100 كوصفنا شوف كيف اتدمر يا الله كيف الحرك شوف اتدمر كيف شوف غرفة المدير كان يجيب لنا هالكتب وهالحلوات كان يوزح لنا كل حاجة وكان يوزح لنا ألعاب هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية تدمير على مستوى المرافق الدراسية كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية هناك تدمير الجامعات وهناك تقريبا دمرت جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا وكذلك رياض الأطفال هناك تدمير شامل كل لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة ليست المدارس وحسب فالعدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تسوية وزء كبير من مباني القطاع بالأرض مما حول العديد من المناطق التي كانت تعيجه بالحياة قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة أشباح خالية من كل مظاهر الحياة لكن أهالي غزة لا يعرفون اليأس فهم يتعيشون مع كافة الأوضاع ويخلقون لأنفسهم أجواء للاستمتاع بما تبقى من وطنهم فوسط هذا كله ومع ارتفاع درجات الحرارة وتحديدا في دير البلح بات البحر متنفسا للنازحين حيث يقضون بعض الوقت بعيدا عن خيام النزوة